كتعاني اختيم من تجاعيد وتعاني من صارة هولات عندي في البشرة التي لا يعطيك الوصفة التي حيرت تجميل وصفة لا يوجد حدث مثل تجاعيد إذا لديك التجاعيد في البشرة والتجاعيد والبشرة في صبوغات والمطلحة كثيرة أجدت لك السر الوصفة التي مجرد ما توضعها على البشرة تجاعيد ستخفى سبحان الله من أول استعمال ستبال لك الفرق و ستبال لك النتيجة وصفة سهلة و بسيطة ولكن المفعول ديالها سريع في شد البشرة في علاج الترهولات و في علاج الخطوط ديال الوجه هاد الوصفة من أسرع و من أقوى الوصفات و كتعطي نتائج صراحة رهيبة تجربيها قد رجعي ترحمي لي عليها البشرة هذه الوصفة اللي غادي نترجمها كل وصفة دير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي و كل شيك يسول على هاد الوصفة و غادي نشاركها معاكم اليوم وصفة سهلة و بسيطة ولكن المفعول ديالها قوي اول حاجة غادي نحتاجه كيفما كتشوفو معايا الروز الروز غتي عادي الروز اللي كنطيبوه بالحليب البيض العادي ممكن استعملي اي روز مهم انا استعملت هذا غادي نحتاجه الثاني مكويل اللي هو اللوبان الباكر تاخذي يكون يكون مزيان لان كي اللي قدر يباعو لكم غشوش خوضي اللوبان الباكر اللي كيكون مزيان كتنقعي المدة ليلة كاملة هو والروز يعني كتتاخذي جمعالق ديال الروز كبار وغتزيدي عليهم تقريبا واحد المعالقة صغيرة ديال اللوبان الباكر كتنقعيهم في ماء الورد الى كنتي ما كتستعمليش ماء الورد عندك حساسية ولا هذا غتستعملي ماء عادي غادي تديري تقريبا مص كاس ديال ماء الورد او للماء العادي ويكون غير بارد عادي وكتنقعيهم مدة ليلة كاملة لغتزيدي يعني كتدوزوا حتى 12 ساعة هاكا كتلقيهم او لوا بحل هاكا يعني ذاك اللون تتبدل كيويلي بحل الحليب لان ذاك اللوبان باكر من اللي كي نقعو كيويلي بحل الحليب مهم انا استعملت ماء الورد الاصلي انا غير ديري فاض القرعة عندي ماء الورد اصلي غير ديري هالبناس فاض القرعة هادي ديال ماء الورد مهم اغان زيت شوية ديال ماء الورد وغادي دابان دوزوا نكمل الوصفة ديالنا غير ما تنسو ليش هزبناتيني موحد لايك الفيديو اللي حفظكم هكا باش لا تشجعوني لان التفاعل طيح وبرتاجوا هاد الوصفة هادي وما تنسوش انكم هاد المكونات تقيدوهم عندكم لان وصفة من ارواع الوصفات وصفة ممتازة صراحة اللي غا تخلي البشرة ديالكم ما شاء الله يعني كل هالا معان كلها يعني اشراقة والبشرة كتولي صافية كتتحيد لك اللي طاش تصبوغات يعني هاد الوصفة اراها زوينة بزاف هتصفي لكم البشرة وفي نفس الوقت كتجبد البشرة يعني ما كتخليش تجاعد مهم اخدينا هادو كل المكونات بزوج من بعد ما داست ليلة كاملة يعني كتنقعون في الليل ولا غدالي كتديرو هاد الوصفة تنطحنوهم بالمكسور من بعد غندوزو باش غادي نصفوهم اصفوهم هكا صفايا ولا في شي لايبا ولا شي زيف ديال منيلو كتصفوهم زيان هاد المكونات وبنسبة الكمية كتديروه لحسب انتوما الكمية اللي بغيتو ما غير هاد الوصفة راتتديروها يعني على شكل قطع ديال التلش كديرو في ذوك القوالب ديال التلش وقد دخلوهم مجامد يعني كتبقى ما ما تتخسر ليكم موالو كتبقى وكتستعملوها يعني تبقى تتقعدع يعني ما كيش المشكل ديرو للقياس اللي بغيتوه هنا انا كملت هاد الكمية اللي عندي بنسبة لها الشي اللي بقى لنا ما كرميوش ممكن نديرو بيه مقشير هكا البشرة ديالنا ولا الجسم ديالنا نضيفو لها مكونات مثلا زيت اللوز نضيفو لي زيت جوز لهم مهم اي زيت عندكم ممكن نضيفوه ليه وتديرو بيه تقشير المهم اهنا غادي ندوزو باش غادي نكملوا الوصفة ديالنا تشوفوا معيها تتيمة اهنا هدا هو هدي الكيميال اللي صفيت كيف ما كتشوفوه معايا كيويلي بيض يعني اللون ديال هاد الخالط تيويلي بيض لانو كنتحنو باك الروز معا داك اللوبان باكر اصافي كنناخدو هاد الشي وكنديروه في القوالب ديال التلج بهاد الشكل هادا هاد الوصفة عفزو كتمنع كتمنع دهور تجاعد وكتجب بدل البشرة لان انا كنديرو معشكل قوالب ديال التلج اه تجدد لنا الانسجة ديال خاليا البشرة كتخلين البشرة مشدودة مزيانة بزاف هاد الوصفة اه اني البشرة كتغديها تترطبها اه تتمنع يعني تصبوغات كتتبيض البشرة وكتصفيها مهم اراها وصفة اه اراوعة 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 غير جربوها هنا من بعد ما غن ملأ هاد القوالب هادو ديال التلج غن ملأهم بهذا الوصفة غن ديروه غن ديروه غن ديروه في التلاجة او لف المجمد وغن خليهم يباتوا ليلة كاملة وحنا كما كتشوفوا معايا خليتهم ليلة هنا اي الله غن ديروهم البنات غن ديروهم وغن نخليهم ليلة كاملة ومبعد غن رجع معاكم تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غن يوليو وندوذون لطريقة كيفاش غن يستعملوهم كذلك هنا كيفما كتشوفوا معايا من بعد ما جمدوا لي هاد القوالب هادو ديال التلج انا راضي جاخديس منهم استعملت منهم صافي كتحيدوهم وكتديروهم في بشي بواطة هاكا تكون كتسدو تديروهم في المجمد وكتبقاو كتستعملوهم البشرة ديالكم غير ديروهم فوسط شيكاغات هاكا على حسب باش ما يكونش دكت تلج منه البشرة ديالكم صافي وغن تديرو بيه بحلاكة مهين البشرة كتكونوا وغسلتوا وجهكم مزيان وعاد تطبقوا عليه هاد الوصفة هاكا تجب بدل بنات البشرة وزوينا بزاف ممكن اديروها هاكا في الصباح البشرة ديالكم ممكن اديروها حتى في الليل ممكن اديرها في الصباح وفي العشية ولا اديرها في الصباح ولا في العشية يعني ممكن اديرها غير مرة او لمرتين لحسب اللي بغيتي مهم هاد الوصفة رزوينة اديروها بطريقة هادي البنات كتديروه تاخدوا احد الكاغات في حلاكة وكتديروها في وسطه وكتبقوا كتوضعوها عن البشرة ديالكم باش ذاك التلج ما كي هيش لكم البشرة اكتبولي البشرة حمراء مهم هادي الطريقة البنات وصفة صرحة رزوينة وكتبقى لكم في مجمد وبنسبة ايلا بغيتو تديرو طريقة اخرى مهم ايلا بغيتو مثلا تديرو على شكل ماسك كتاخدوا القطعة ديال هاد القطعة ديال التلج تاخدوا واحدة ولا تاخدوا الزوج وتخليهم حتى يدوبوا وديك الساعات ممكن تطيفوا ليهم مثلا معلقة ديال النشاء يا غور الطبيعي اضيفوا ليهم مثلا في طعمين ا او لا زيت اللوز بتديرو عشكل ماسك لبنات فمتوني؟ بتديرو عشكل ماسك تديرو من البشرة ديالكم ولكن استحسن تديرو هاد طريقة ديال التلج موما انا غير عطيتكم اذا بغيتو بتديروهم عشكل ماسك مي هاد طريقة ديال القوالي بدير التلج بتديرو عشكل مكعبات هكا ديال التلج تكون احسن وافضل حاولوا تديروا في وسط واحد الكاغل وتدوزوهم على البشرة دي لكم غير بشوية بس البشرة دي لكم ما تتحمارش ليكم مع التلج باردة البناس ومما دي الوصفة زوينا ديروا بشكل يومي وتبعوها وتفكروني من اتقادة لكم عاودوا ديروها يعني بقواوا ديروا دائما لانها زوينا وكتغدي البشرة فيها الروز فيها اللوبان تاكر يعني مكونات كلها ما ما نخافوش مننا مكونات طبيعية وآمنة على البشرة وهذا ما كان ما تنسوش اللي بناديره اللي كخون دي لكم أورو الواقي الشمسي والهنا نكون صالت نهاية الفيديو اللي وصلت الهنا ما تنسيش خليلي لايك الفيديو وبرتاج هذا الفيديو معاك وشكرا لكم من المتابعة نتلقى ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد وفي آمن الله